موسيقى مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا كالعادة عندنا اخبار كتيرة متنوعة سواء محليا أو عالميا وكمان فيما يتعلق بآخر أخبار نادينا العظيم النادي الأهلي ديف حلقتنا النهاردة هينوارنا وانشرفنا الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقض الرياضي الكبير بالأهرام وحنتحدث باستفادة كالعادة في جميع الملفات على الساحة الرياضية عندنا كلام كتير هنروح نتكلم فيه بس بعد ما نشوف أهم وأبرز عنوين حلقة النهار يلا بي نقل مباراة الأهلي وكانوا سبورت إلى برج العرب الأهلي يعلن عن الألبوم الرسمي لتوصيق تاريخ النادي الفريق الأول يستاني في تدريباته استعداداً للمواجهة الأفريقية عودة أزارو وغياب مروان محسن عن مواجهة الأهلي الأفريقية الشيخ طاها يعتذر عن لجنة التخطيط للكورة حسام البادري يعلن عن جهازه المعاون بالمنتخب وتقارير صلاح لن يعتزل دولية في الحقيقة الواحد جسمه بيأشعر لما يسمع الأجنية دي رائعة جداً يعني فبالتالي عايز أتكلم عن محمد صلاح وللأسف الموضوع لسه متواصل فيه يعني ردود فعل مختلفة من صحف العالمية كلها وبتحديد عايز أتكلم عن الصحافة في إنجلترا ولتناولت موضوع محمد صلاح وأنه شال اسمه أو أنه بيلع في منتخب مصري يعني من على الصفحة الشخصية بتاعته على تويتر والأصدق كلها موجودة وأكيد حضراتكم متابعينها إنباريح اتكلمنا في الجزئية دي وقلنا أن محمد صلاح حقه طبعاً أنه هو يزعل وكلنا منتفقين على كل هذه الجزئية وبالمناسبة كلنا بندعم وبنساند وبنحب جداً جداً محمد صلاح لكن في كل الأحوال هو تصرع في رد الفعل لأن أياً كان إلا حصل أياً كان إيه هو وحقك أنه أنت سيزعل وكل حاجة لكن ما ننفعش أنه نشيل الصفة بتاعتنا أو التعريف بتاعنا أنه نحن منتميين لمصر أو بنلعب في منتخب مصر مش عايز أكبر الموضوع قوي في الحياة الموضوع بسيط فيه لعبة كتير جداً لما قلت مبارح مش حاطين أصل ما ما بلعب في نادي إيه ولا في منتخب إيه الكلام ده خالص من الشرط إطلاقاً يعني لكن في كل الأحوال هو التوقيت كان غلط من محمد صلاح مع الاعتراف ثاني وثالث عشان ناس بيتفسر كلامنا غلط ثاني وثالث وعاشر إحنا بحب أن محمد صلاح جيداً وندعم محمد صلاح وعنده حق يزعل قوي 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 لكن في كل الأحوال هي دي بس الحاجة اللي تؤخذ على محمد صلاح وأعتقد أنه هو تصرع ودليل على كده إن أعترافه أنه هو تصرع في الجزئية دي إنه هو نزل تويتاه على طوله قال مهما حاوله يبعده عنه وكلام اللي هو قاله ده يعني إنه هو يحب مصر وبيحب ناس مصر وده شيء مفروغ منه في كل الأحوال لكن الناس كتير اتكلمت على إن كده محمد صلاح بيعتزل اللعب دولياً وبرضو إحنا تناولنا في قصة إنبارح لكن النهارده ردود الأفعال كانت أكبر شوية من الصحافة الإنجليزية ميرور وديلي ميل وكلهم بيتكلموا على الموضوع ده وإن الأصدق في مصر إن الناس متوقع أن محمد صلاح مش هلعب تاني مع منتخب مصر ففيش سبب يمنع محمد صلاح نلعب مع منتخب مصر حتى لو اللي حصل في موضوع التصويت ده ففي كل الأحوال محمد صلاح يبقى متوقع في منتخب مصر هو عايز كده هو حابب كده موضوع نفوش نقاش النقاش حصل ليه بسبب اللي حصل في الأزمة يعني بالتحدي لكن أنا عايز أتكلم من منظور تاني وجزئية تانية هل في خطأ إداري عندنا في اتحاد المصر الكرس القدم كالعادة أو في خطأ إداري كالعادة المسؤول عن عدم اعتماد أصوات المدرب المكابتن منتخب مصر لازم يتحاسب لازم يبقى فيه تحييق عارفين أن الانتحاد الكوري وانتحاد الكوري أعلي نحن يبقى فيه تحييق بس تحيي المرة دي بقى إيه بجد مش تحييق كده عنوان في الصحف يعني لا لازم نحقق نشوف المتسبب في الأزمة دي إيه اللي ما خلاش الأصوات بتاعت المصرين تعتمد هناك إيه هنيفضل لحد إمتى مجردين من الاحترافية في مصر في الإدارة وفي كل حاجة وأنا بتكلم هنا بالتحديد على إيه على اعتحاد مصري لكرة القدم سواء بقى اللي كانوا قبل كده موجودين أو اللي قابليهم أو اللي كانوا موجودين بشكل مؤقت الكلام من ده لو أنت مش عارف اللوايح الخاصة بالفيفا وإزاي يتم الاعتماد من قبل الفيفا الشروط اللي أنت لازم تنفذها عشان يعتمد أصواتك أو كلام من ده يبقى أحسن لك يمشي لما تكون المشكلة أن ما فيش توقيع من المحمدي وما فيش توقيع من الكابتن أو مستر أجيري على ما يقال والبعض يقول لك كابتن شوقي غريب التصرحات كلها متضاربة ما فيش توقيع على الاختيارات منهم يقول لك أصل محمدي سفر أصل أجيري كان خلاص ماشي أصل شوقي غريب مش عارف كان فيه إيه ده اسمه هزار بصراحة وحنفضل زي ما احنا كده مش هتقدم أبدا طول ما احنا ماشيين بالأسلوب ده اللي هو ايه خلاص اي حد يمدي يلا مش مشكلة اي حد يمدي والفيفا عادي هتعتبن لأ هنفضل زي ما احنا كده طبعا فيش احترافية ما فيش إدارة صحيحة للأمور مش مدرك أو ملم بكل اللوايح الخاصة بالتواصل مع الفيفا فهو الشيء يحزن وحق محمد صلاح يزعل طبعا طبعا بخلاف بقى اللي حصل لكن هي دي الجزئية اللي لازم ان احنا ناخد بالنا منها بعد كده الشخص الإداري الموجود في اتحاد الكرق يتحاسب ولو فيه منه رجا يكمل مفيش منه رجا نجيب واحد غير ويكون عايز يشتغل عايز يبقى مطلع بالمناسبة فيما يتعلق بجازة زابستو اللي اعتقد ان هي فقدت مصداقياتها بشكل كبير جدا طبعا بسي احسنا في العالم خلاص الموضوع حسما وحنا نشتكلم هنا عشان بس ان محمد صلاح يكون نتمنى لا كان صعب محمد صلاح يخد السنادي وحنا عارفين كده لكن في كل احوال ترتيبه كان ممكن يتحسن لكن النهاردة اللي لفت نظري موقع القناة العربية خدت تصريح عن مدرب السودان واللي بيفجر مفاجأة بيقول ان الفيفا حول صوتي لصلاح الى ميسي زدرافكو لوجارو جيتش قال اللي هو مدير الفني لمنتخب السودان قال يا جماعة انا اصلا اديت صوتي لمحمد صلاح وفي المرتبة الاولى والديت صوتي في المرتبة التانية الكليان امبابي وفي المرتبة التالتة لا جاب سادي وماني في المرتبة التانية وكليان امبابي في المرتبة التالتة المهم منها مختاري عن محمد صلاح في المرتبة الاولى لكن فيفا نشرت أن الراجل اختار ليونيل ميسي وفرجل فان دايك وساديو ميني طب مين اللي تلعب هذه الأصوات؟ وبالمناسبة بالموضوع مش متعلق بالمدير الفاني ومتاخد سودان بس لا ده فيه كل سنة بيحصل الكلام ده تلاقي أصوات اتلعب فيها اتعدلت ليه؟ أيا كان عشان بيبقى فيه أمور تسوقية وشركات راعية وكلام من ده فبيبقوا عايزين يدوا الجائزة لحد معين لو تفتكروا في 2006 كاس العلم للأندية النادي الأهلي كان عامل بطولة كبيرة وخدم ماداليا برونزية وكلام من ده وبعد كده اتقال إيه؟ أن بوتريكا هو اللي هيخد أحسن لعيب في البطولة وقبل ما يتم الإعلان تم اختيار رونالدينيا من قبل الشركة الرعية فبالتالي رونالدينيا هو اللي أخد أحسن لعيب في البطولة فبالتالي الجزئية في الحقيقة بالنسبة للجائزة دي فقدت مصدقيتها بشكل كبير جدا لكن في كل الأحوال احنا بنحاول نعرض لحضركوا كل هذه الأمور والحكم في الآخر بيبقى للمشاهد دايما لكن أمور كان لازم نحنا نتكلم فيها في البداية ده فيما يتعلق موضوع الحدث الله مش عايزين نطول فيه أكتر من كده فيما يتعلق بالنادي الأهلي النادي الأهلي طبعا بيستعد لمباراة كانو سبورت مباراة غاية في الأهمية مباراة رسميا خلاص باقت في استادة جيس برج العرب بحضور خمسة آلاف مشجع أهلاوي بإذن الله يوم السكت ساعة تمانية مباراة طبعا هتكون غاية في الأهمية كسبنا مباراة الأولى 2-0 مباراة التانية بإذن الله نكون موفقين نقدر نعمل مباراة كويسة وإحنا يعمل نسبة كبيرة إن شاء الله النادي الأهلي صعد للدور المقبل دور المجمعات لكن في كل أحوال عايزين مكاسب كثير من هذه المباراة بالتحديد لمستر فيلر المدير الفاني الجديد طبعا لأنه أولو جلعب ثلاث مباراة بس فإن شاء الله نكون موفقين بشكل كبير في هذه المباراة طيب هنتطرق لأمور عديدة بتخص النادي الأهلي النهاردة بس نروح نشوف الأول أبرز العنوين التي كتبت عن نادي الأهلي بالصحف يلا بي مجلة الأهلي رئيس الفيفا يشكر الخطيب إنفنتينو يشيد بالمشاركة الفعالة رئيس الأهلي في مؤتمر تطوير الكرة الإفريقية مجلة الأهلي الخطيب في زيارته المعسكر الأهلي ببرج العرب لسه المشوار طويل يا رجال اليوم السابع فيلر يحدد شروط العفو عن صالح جمعة في الأهلي منتمر صحفي للكشف عن الألبوم الرسمي والأحمر يبدأ الاستعداد لكانو سبورت المسا الأحمر يعود للتربات اليوم الأهلي يعالج أخطاء مباراة سموحة استعدادا لكانو الجمهورية فيلر يتعهد للاعبي بالحصول على فرصة المشاركة الأهلي يغلق الصفحة المحلية ويستعد للإفريقية الوفد اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع توصيق تاريخ القلعة الحمراء وفايلر يواجه الإصابات بالتدوير الشروط مروان محسن يغيب عن الأهلي خمسة أسابيع اللاعب أجرى جراحة في الوجه والفك العلوي ويشارك بقناع واقع عند عودته للتدريبات فيلر المجبل أفضل أسعى لتجهيز جميع اللاعبين فنين وبدنيا والفريق يبدأ اليوم استعداداته لبطل غينيا الأخبار فيلر يلجأ للتدوير بعد انطلاقة الأهلي المبكرة عبد الحفيظ يطالب بالتركيز في البطولة الإفريقية ومروان يغيب خمسة أسابيع الوطن صدمة في الأهلي بسبب مسامير وواقع وجه مروان محسن مهاجم الأهلي يغيب خمسة أشهر تغيير البرنامج البدني بسبب الشكوى والإصابات المدير الفني ينصح جمع بالتركيز في التدريبات في مصر اليوم الإجهاد يهدد الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت مروان محسن يغيب خمسة أسابيع بسبب جراحة في عظام الوجه والجهاز الفني يعالج الأخطاء كالعادة في أخبار كتير عن نادي الأهلي في صحف النهاردة وبالتحديد فيما يتعلق بالإصابات والغيابات عن نادي الأهلي وكمان فيما يتعلق بالمبرارة المجبلة أمام كانو سبورت نستعرض بعد هذه الأخبار نبتدي باليوم السابع اليوم السابع بتتكلم في إيه عن النادي الأهلي بتقول فيلر يحدد شروط العفو عن صالح جمعة في الأهلي لما تقرأ كده وتلاقي إن العفو وكلام من ده وفيه شروط يبقى تقول إن صالح جمعة فيه مشكلة وفي الحقيقة وفي الواقع ما فيهش أي مشكلة بالنسبة لصالح بماءة الرجل بس مستبعده من المبارات من الثلاثة الأولى بالنسبة لفايلر ووارد يكون في بداية أي مدير فانيه لسه بيشوف اللاعب لكن الناس بتتكهم بدري قوي بالتحديد في متعلق بالغيابات واستبعاد بعض اللاعبين سواء صالح جمعة أو صالح محسن أو أليو جيانج أو كلام من ده لكن كلام ده لسه سابق لقوي نحن بتدي نتكلم في يوم ناس ممكن تتطرق لي بعد فترة من الزمن يعني بعد حوالي ستة سبعة تمام مطرات تبتدي تشوف بقى الراجل ده حابب مين مش حابب مين مقتنع مين مش مقتنع مين ده كلام طبيعي لكن أزمة أو عفو وكلام من ده ده مش موجود ده فيما يتعلق بالليوم السابع نروح للجمهورية فيلر يتعهد للعبيه بالحصول على فرصة المشاركة ويعني مش منطقي الكلام ده نسبيا يعني من قبل الجمهورية لأن ما فيش مدير فاني بصراحة بيتعهد لحده بيقوله هواعدك أني أنت هتلعب صدقني أنت هتلعب لا هو الراجل بيشوف المعطيات اللي بتظهر له في التدريبات وفي المباريات بالمناسبة أنت بتختار لعيبة يلعبوا مرشاط لو كويسين هيكملوا بيأدوا لمطلوب منهم واجبات اللي بيطلوا عن مدير الفاني دول هيفضلوا موجودين هيتمد عليهم بشكل كبير جدا لكن أو حد بيأثر هيتم استبعاد لكن الموضوع الوعود ده أعتقد مش موجود في العصر اللي احنا فيه العصر الاحترافي وحنشوف خلال الفترة اللي جاي الأهلي يغلق الصفحة المحلية وفي تعدل الأفريقية طبعا كالعادة نادي الأهلي بيطلوا أي صفحة سابقة وبيركز فيه اللي جاي على طول اللي جاي طبعا دور الـ 32 وإياه بهذا الدور من طول الدول الأفطار لأفريقيا مع فريق كانو سبورت نروح للشروب مراموحصن يغيب عن الأهلي خمسة أسابيع طبعا برح مراموحصن عمل جراحة في الوجه بسبب كسر في عزام الوجه وأعلى فك الفم كده يعني واللعب أجر جراحة زي ما قلنا لحضراتكم ويشارك بقناع واقن ده بعد ما يرجع إن شاء الله للتدريبات فيلر بيتكلم على إن اللي جاي هو اللي حيكون أفضل بإذن الله وإن هو بيحاول يجهز جميع اللاعبين فنية لو بدنيهم ده شيء مفروغ منه وهو قال كده كمان في مؤتمر الصحفي بعد مباراة سموحة والفريق يبدأ اليوم استعدادته البطر منه وإحنا عارفين نهاردة الفريق ابتدأ تدريباته بالتحديد من ساعة وثلت الأهلي ابتدأ استعدادته لمباراة كانوا سبورت يوم السبت بإذن الله على سادي جيزي برد العرب الساعة ثمانية مش تسعة ثمانية نروح للوطن وبيبقى دايما فيه كلمات كده كبيرة قوي بيقول لك إيه صدمة في الأهلي بسبب مسامير وواقي وجه مروان محسن مهاجم الفريق يغيب كان بقى هنا قالك خمس شهور يا ده كتير جدا يعني بصراحة خمس شهور يعني غلط إطلاقا يعني على فكرة بيقول ناس بفي متن الخبر بيقول لك إيه بيقول لك إن مدة الغياب ستتحدد بعد إزالة المسامير طب إحنا ليه بنقول خمس شهور طب ما حضراتكو عارفين مع كامل الاحترام والتقدير إن مدة الغياب حتتحدد بعد إزالة المسامير وكلام من ده بنكتب أمور ملفتة شوية عشان الناس ممكن تكون تقرع يعني الجرائد أو بنبقى ملفتين بشكل أو بآخر وخصوصا لما يكون حاجة بتتعلق لكن خمس شهور ده بتير جداً مروان بالمناسبة بكتير قوي حيبقى موضوع شهرين المعلن من شهر لشهر ونص قد يمتد لشهرين مش أكتر من كده بإذن الله يعني هو عمل العملية وانتم مدامل طبع العودة سريعة تغيير البرنامج البدني بسبب الشكوى والإصابات مش حقيقي بدل بقى من التكلم كتير ونقول لأ مش حقيقي الكلام ده مفيش شكوى أصلا من الإصابات أو من البرنامج البدني بالمناسبة يا جماعة كل واحد في النادي الأهلي عارف دوره يعني فيش لعبة تقول لك لا أنت كده عامل التدريبات بدنياً قوية قوي ما مش قادر لا إحنا بنشتكي كان مش منطقة إطلاقاً بصراحة يعني حاجة غريبة مدير الفني ينصح جمعة بالتركيز في التدريبات اللي حيركز في تدريبات الفترة جاية هو اللي حيكون متواجد بكل تأكيد مع مستر فيلر وده شئ بديهي بقى اللي حيبقى مش قديد حيله في تدريبات هو اللي حيكون موجود مش خبر يعني طيب دي كانت أخبار الأهلي في الصحف أخبار الأهلي في مواقع إيه يلا بينا الموقع الرسمي للنادي الأهلي الأهلي يعقد مؤتمراً صحفياً للاعلان عن إصدار ألبومه الرسمي الموقع الرسمي للأهلي مرجان ألبوم الأهلي الرسمي جسر التواصل مع الجماهير في الجول مؤتمر ألبوم الأهلي الضماطي هدفنا أن نكون بين أجبر عشرة أندية في العالم يلا كورا الأهلي نقل مباراة كانو سبورت إلى برج العرب الشروق الأهلي ينشد جماهيرو بالالتزام في مباراة كانو سبورت موسيقى الموقع الرسمي للأهلي فيلر يبحث مع معاونيه ترتيبات مواجهة كانو سبورت موسيقى فيتو تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت موسيقى موسيقى سوبر كورا سنائي الأهلي جاهز المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية موسيقى الوطن سبورت كومصان السوبر ومباراة سموحة دفعة معنوية لانطلاق قوية موسيقى موسيقى الموقع الرسمي للنادي الأهلي الشيخ طه يعتذر عن لجنة التخطيط للكرة بسبب التعارض مع تحليل مباراة الأهلي موسيقى موسيقى قد خلاص النهاردة مؤتمر صحفي لإعلان عن إصدار الجلم الرسمي والبي يتضمن تاريخ النادي الأهلي على مر العصور وأبرز لاعلي وكل البطولات الخاصة بالنادي فبالتالي النهاردة كان فيه تفاصيل كتير جدا في المؤتمر الصحفي ده عشان يعرفوا كل الإعلامين والجبانين تترواع نفسه العام مدى أهمية أن يكون فيه ألهم خاص بالنادي وتاريخه وكل المقابل هذا شيء آمن على تقريب نروح للتقريب نشوف تقريبا عن هذا المؤتمر وزارة عمران النهاردة طبعا إحنا بنحتفل بواحدة من بدايات تطوير العمل التسويقي في النادي الأهلي الخطة اللي احنا وضعناها كمجلس إدارة من بداية الانتخابات لتمية موارد النادي الأهلي ووضع النادي الأهلي في مصاف الأندية العالمية استغلالا لإسمه شعبية النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي واحد من أكبر 30 نادي على مستوى العالم من حيث الشعبية والجماهرية بحسب مجلة فرانس فوتبول المركز 22 من 30 وأكتر الأندية في العالم حصولا على البطولات هدفنا بإذن الله نحن خلال الثمان سنين اللي جاييني نحن نخش في أول عشر أندية على مستوى العالم من حيث الجماهرية ومن حيث الشعبية عشان ده يحصل محتاجين أن نحن يبقى عندنا مبادرات تسويقية كتير محتاجين أن نحن يبقى عندنا شكل جمالي للنادي الأهلي وشكل تسويقي مختلف للنادي الأهلي وده الحمد لله اللي قدرنا نبدأ فيه بفضل مجهودات إدارة التسويق اللي النهاردة بتعلن عن واحد من أوائل هذه المشاريع وهو ألبوم النادي الأهلي اللي هيبقى بإذن الله نقلة جديدة في السوق المصري وفي الشرق الأوسط وحاجة تضاهي الموجود في الأندية العالمية نتمنى بإذن الله التوفيق ونتمنى أن يلاقي قبول ورضى جماهير النادي الأهلي ويبقى جسر ما بين الجمهور وما بين النادي الأهلي وأن هم يقبلوا على الألبوم ويبقى فيه إقبال عليهم أبيعات جيدة بإذن الله ونشكر الشركة المنفذة للألبوم على المجهود الكبير اللي هم عملوا في الفترة اللي فاتت الأفكار والتنفيذ بتاعهم وإن شاء الله ربنا يوفاهم في اللي جاي بإذن الله شكرا جزيلا السلام عليكم جميعا في البداية حابب أرحب بحضراتكم طبعا لحضور المؤتمر وأستاذنكم أنا أبدأ إن شاء الله بتوجيه بعض رسائل الشكر في البداية طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي للسقة طوفينا وطبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب أنهما دون الفرصة أن نعمل حاجة ولو بسيطة لأمور النادي الأهلي فكرة الألبوم الحقيقة نشأت إن إحنا كنا عايزين نعمل حاجة لنادي الأهلي مختلفة كان عندنا أفكار مختلفة لتقدمها لنادي الأهلي إلى أن نستقر الرأي على عمل الألبوم الخاص بالنادي يمكن الأندية العالمية بتعمل الألبوم بصورة تقليدية نوعا ما إن هو بيكون فيها اللعيبة الحاليين ونبذى عن كل اللعيب وخلاص إحنا الحقيقة بما إن إحنا بنكلم عن النادي الأهلي نادي من أعرخ لأندي على مستوى العالم فحبينا إن إحنا نتناول التاريخ بتاع النادي الأهلي بصورة مختلفة بداية من نشأة النادي الأهلي وصولا للوقت اللي إحنا فيه والحقيقة التعاون اللي إحنا دمسناه من إدارة التسويق أو المركز الإعلاني الحقيقة كانوا بيطمعونا يوم بعد يوم إن إحنا نبدع ونطلع أحسن حاجة ممكنة لجماهير النادي الأهلي وده يمكن إن شاء الله حضراتكم هتشوفوه في الألبوم إن إحنا تناولنا تاريخ النادي الأهلي بصور مختلفة بدءا من تأسيس النادي الأهلي رموز النادي الأهلي رؤساء النادي الأهلي الأجيال الدهبية اللي في النادي الأهلي بداية من أول فريق تأسس سنة 1911 إلى وقتنا هذا بالإضافة لأقسام تانية مختلفة ليه علاقة بالجمهور وليه علاقة بإنجازات النادي الأهلي المختلفة في النهاية الحقيقة حابب أشكر فريق العمل اللي معنا اللي تعب من تحرير ومن إدارة ومن تصميم عشان يطلعوا الكلام ده اللي الحقيقة يعني اشتغلوا ليه النهار خرار الفترة اللي فاتت كلها علشان يطلعوا لحضراتكم حاجة طليق باسم النادي الأهلي وحابب برضو أهني جماهير النادي الأهلي على الألبوم إنه هو أول إصدار وزي ما تفضل أستاذ محمد مشكورا إن تاريخ النادي الأهلي مليء بالرموز ومليء بالنجوم اللي صعب إن احنا نختزلهم في موسم واحد وبالتالي إن شاء الله المواسم اللي جاية هتكون مكملة ليه عشان نتناول تاريخ النادي الأهلي بصورة أكتر يعني فيها يعني أفكار مختلفة عن الفكرة دي مرة تانية بشكر لحضراتكم وإن شاء الله الألبوم ينير رضا لحضراتكم وإن شاء الله هيكون متوفر خلال الأسبوع الجاي لكل بيت أهلاوي في مصر شكرا جزيلا ويا رب إن شاء الله للألبوم شكرا جزيلا طبعا أنا مرحب بالضيوف ولازم قبل ما أبدأ كلمتي الغرض من الألبوم زي ما احنا قلنا إزاي الأجيال اللي موجودة دلوقتي تقدر توصل وتتواصل مع رموز النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي فقبل ما أبدأ أي كلمة لازم نحيي الرموز اللي النهاردة موجودة معنا كابتن شطة كابتن ابريم عبدالصمت كابتن فتح مبروك كابتن أسامة عرابي كابتن محمد حشيش كابتن ضياء السيد الكابتن عسام رياض والكابتن هشام حانفي طبعا النادي الأهلي مليء بالرموز ومليء بالنجوم لكن هم شرفونا النهاردة وأكيد هو ده كان الغرض من الألبوم عايز أوجد شكر طبعا لمجلس دارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمد الخطيب زي ما السيد محمد الدماطي عود مجلس الدارة قال لو تتصوروا فرحة فريق العمل اللي كانت موجودة فيهم والإحساس اللي هم حسوه اللي فعلا الألبوم ده هيبدأ يظهر الفريق العمل ده اشتغل وبازل مجود جامل جدا جدا سواء الشركة المنفذة وباشكر شركة بريزينتيشن طبعا وسواء إدارة التسويق اللي عندنا بقيادة أخونا الصغير الشاب المتحرك دايما كابتن أمير توفيق والدكتور سعد الشلبي المستشار التسويق بازلوا مجود غير عادي بالتنصيق مع المركز الإعلامي أستاذ جمال جبر طبعا عشان خاطر النهاردة نبقى وقفين وبنعلن عن أول ألبوم للنادي الأهلي طبعا النادي الأهلي دايما سباء والنادي الأهلي دايما معودنا اللي هو دايما فيه خطوات دايما بالنسبة بيها كل الاندية أو كل الوسط الرياضي وهو ده دور النادي الأهلي يمكن النادي الأهلي كان أول نادي يمتلق قناة على مستوى الشرق الأوسط الاندية كلها 2007 النهاردة النادي الأهلي أول نادي بيطلق ألبومه عشان خاطر يحافظ على تاريخه ويحافظ على رموزه اسواتا بالاندية العالمية برضو لازم أنا كقدرة تنفيذية هقول الفترة اللي فاتت الحمد لله النادي الأهلي برضو يعني كان صباق في مجموعة إنشاءات اتعاملت على خلال الفروع اللي موجودة منطقة الفوت كورت اللي هي أعلى وعلى مستوى في مناطق الفوت كورت المعمولة في الاندية منطقة طرفهية أول نادي برضو أصبح عنده حمام سباحة الأمواج ده مش موجود في الشرق الأوسط فدائما النادي الأهلي سباء لأنا عايز أقوله مجلس دارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية وكل العاملين في النادي الأهلي بيشتغلوا في هدوء بيشتغلوا في صمت بيتحركوا لصالح النادي الأهلي بيتحركوا لصالح بلدهم بيتحركوا لصالح الرياضة المصرية بشكل عام أتمنى التوفيق إن شاء الله بإذن الله بشكر شركة البرزنتيشن تاني الراعي والشريكي الأساسي معنا في النادي الأهلي وبتمنى دايما مزيد من التفاوك الفترة اللي جاء إن شاء الله بإذن الله شكرا طيب ده كان تقرير لتقديم المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان عن ألبوم النادي الأهلي الرسمي واللي بيتضمن عدد كبير جدا من الأمور التاريخية ورموز الفريق ورموز النادي بشكل عام والبطولات وكل هذه الأمور وحاجة في الحياة مميزة ومهمة نروح لخبر تاني يلا كرة الأهلي بيقول نقل المباراة كانت سبورت لبرج العرب وده خلاص بشكل رسمي زي ما قالنا حركوا في بداية الحلقة إن المباراة خلاص هتبقى في برج العرب وإن شاء الله هيبقى في حضور جماهيري حوالي 5000 مشجع وإن شاء الله بإذن الله الأمور تخرج بالشكل الجيد واللي لأك دايما بجمهور النادي الأهلي عايزة روح للشروق وخبر يعني يعتبر مشابه شوية الأهلي وناشط جماهيره بالالتزام في موراة كانت سبورت دايما جمهور النادي الأهلي بيبقى ملتزم لما بتحصل حاجات بتبع حاجات بسيطة يعني لكن في كل الأحوال إن شاء الله يكونوا ملتزمين خلال الفترة الجاية لأننا دايما دايما محتاجين أو النادي دايما محتاج جمهور النادي الأهلي لأنه بيبقى السند الأساسي في الفوز بأي مبورة وأي بطولة طبعا عايزين نقرب بقى للصورة بشكل أكبر أو بخصوص مران النادي الأهلي النهاردة واستئنافه لهذه التدريبات عشان كده معي على الهاتف شريف شعبان مرايس القناة الأهلي يا شريف مساء الخير عليك دخلتك يا زميل عمير اتحايت لك وتحايت لكل مشاهد لقاعة النادي الأهلي يمكن زي ما فضلت قلت يمكن التمرين النادي الأهلي بعد عجازة يمكن استمرت حوالي 24 ساعة قدر المباراة كينشبورت بطر جينيا يوم السبت المقبل بإذن الله بجرج العرق خلينا أقول لك أن أعضاء النادي الأهلي استقبلوا لقائب النادي الأهلي في التمرين بالتصفيق الحار وبالهداف أهم أهم أصدار الصور هم أفريقيا أهلي واجب علينا أن أقل لك الصورة اللي استقبلوا بها فريقنات الأهلي اليوم في أول تمرين ليهم بعد الحصول طبعا على بطولة السوبر والفوت في أول مباراة بيئة دوري ممتاز مباراة سموح يمكن قبل تلك المرأة كان تجل في التصوير اللي نعبي النادي الأهلي بالزي الجديد اللي يرى النور قريبا بإذن الله مثل الفايلر وباق الجهاز يمكن كانوا حارتين يعملوا محاضرة مع نعبي النادي الأهلي حوالي خمس داين في الملعب يتكلمون فيها عن الإغلاق التام للملفة المحل والتركيز فقط في مباراة أفريقيا التركيز فقط في الفوز على مباراة كانو سبور تقديم عرض المشرف الرجل حذر من خطورة الفريق حذر أن الفريق هيظهر بشكل مختلف زي ما ظهر فيه المباراة الأولى لأنه كان مضغوط بوسط ملعبه وفي جماهيره كان مخطوط من اسم النادي الأهلي مباراة بالعودة هاتبضع يختلف خالص مباراة في جماهير حيبقى تخطأ لأنه إحنا مش عليهم هما فلازم الحذر من السريق كانو سبورت والتركيز وطلبهم بالفوز خلينا أقول لك أن الاجتماع للتمر حوالي خمس داين من بعده كان فيه تدريبات بدنية والخبر مفرح لجماهير النادي الأهلي أظهره في التمرين محمد محمود في التمرين سعد سمير في التمرين بشكل كامل يا شريف بشكل كامل التدريبات كلها بشكل كامل عالمي يمكن أظهره في التأتيمة الأخيرة أظهره بيشارك فيها محمد محمود و سعد سمير مع باقي المجموعة لنعبت مباراة في سموح الأخيرة يمكن بيقام معهم التمرين لسه مدخلوش في التأتيمة ولكن مكملين التمرين من أهلة الآن يمكن بتتكلم الساعة فتة ونص بالنساعة ونص في التمرين لسهر سعد سمير ومحمد محمود مستمرين شاركوا في كل فقرات التمرين في معدد تأتيمة في معدد تأتيمة ولكن أظهره أنا من الآن بدأ يخش في أقل التأتيمة يمكن أظهره من تمرين يمكن بيعلن جاهزيته لمباراة كويس جدا من رؤيتي ممكن يبقى لي يوم جانب من المباراة أو إلى ما بعد المباراة خلينا نقول لك ترجمة الحراس يمكن للنهاردة خمس حراس الشيناوي، شريك الرامي، علي رطفي مصطفى شوبير، أحمد طاري خمس حراس تمرينة والأروع وأنتم مع مدرب الحراس تمرينها قوية جدا من خمس حراس في التمرين وراجل راجل بمرانهم بكل ثلاثة وبكل دو وعملين تمرينها قوية جدا كابتن سدعة الحفيز نفى أن النادي الأهل يكون طلب نقل مباراة الانتاج الحربي إلى برج العرب وأنا لسا بدينا جماعة وكان لدينا مقولوش أي صحة من الأساس ده فيما تعالى جمبارات الانتاج آه مباراة الانتاج إحنا مراحبين طبعاً أم نقل نلعب مباراة برج العرب في السعظيم سلام فيش مشاكل خالص حنسافر نلعب مباراة هناك وأناك مباراة الانتاج الحربي ما تنقل لي برج العرب فيش الكلام ده خالص المباراة زي ما هي في السعيد في السلام فلنقولك أن مروان محسن يمكن هيزهر بعيد ثلاثة واربعة سبيع بإذن الله بالقناع صلاح محسن مروان مش صلاح مروان صح؟ مروان محسن مروان محسن مروان محسن عايزهر بعيد ثلاثة واربعة سبيع بإذن الله بالقناع على شاء الخاطر يحافظ على وده ويمكن محمود تولي ويمكن ينفيد بيه مداله في السامرينات البقائلية يمكن كريم بتتكلم من شبه علي زلاثة بإذن الله محمود ولي من زلاثة لأربعة يعني تكلم بإذن الله بشعر بإذن الله يكون النادي الأهل يا رب تخالي من الإصابات نهارده مستر بايلة الحريس يأخذ جلسة مع بعد سمير حوالي ثلاثة أربعة داية في الملعب يستلم فيها عن جاهزته في الفترة المقبلة الفترة اللي وصل لها بدنيا للفترة الصابقة بإذن عليه لإذن يبدو أنه سيعتمد عليه الفترة المقبلة إنه كانت عبرنا كوانيس تمريني النادي الأهلي اليوم اللي بيستعده طبعا لأمورات أكام سبورت اليوم الشاب بإذن الله على ملعب الجيش في بركة العرب لفنى بإذن الله يكون الفترة حبيبية النادي الأهلي وطمنكم بطمن كل جمهير النادي الأهلي تمرين بشر تمرين نتطوي جدا لأبي النادي الأهلي بيدنفسه تعليمات بحجافرها دي ما جهازي الخانية بيهول يمكن أمامي الآن يمكن أن تعملهم اجتماع بعد تأتيمة وبدأ يعملوا الإطلاق الأخيرة كرابط لإنه خلاص التمرين قارب على الانتحاء الزميل أمير الفضل مين بيتقلق في التأسيمة قدامك يا شريف؟ صلاح محص صلاح محص صلاح محص اللافت الأنظار ولفت نظري وحسين الشحاد ووليد سلمان بعده وحاجة ما شاء الله لا بجناء لكلهم متقلقين ولكن صلاحه ووليد سلمان وحسين الشحاد تمرين النهاردة أروع ولا أجمل أنا بشكرك شكرا جزيلا يا شريف زاملنا العزيز شريف شعبان في الحقيقة قال لنا تقرير وافي جدا جدا على كل ما يتعلق بمران النادي الأهلي اليوم واستعداداته لمواجهة كانو سبورت يوم السبت إن شاء الله بإذن الله والأهم ما قاله شريف شعبان هو كلام مستر فيلر مع اللاعبين وانا بيتكلم في قدرات وإمكانيات فريق كانو سبورت وانا احنا مش عايزين نستقل او ان احنا نستهتر بهذا الفريق وبعد ما كسبنا 2-0 برا أرضنا لا برضو لازم ناخده مقرار جدا وده فيما طبعا معروفة عن النادي الأهلي منذ من الأخبار المفرحة طبعا لأهلنا شريف النهاردة وفيما يتعلق به عودة المصابين وليد أزارو جاهز للمواجهة المقبلة بشكل كامل وبيشارك في التأسيمة حتى شارك في تدريبات كلها بما فيها التأسيمة الأخيرة اللي بتجرى في هذه اللحظات أنا بتكلم معاكو لكن فيما يتعلق محمد محمود وسعد سمير أيضا هو خبر جايد جدا عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية وكل فقرات التدريب في معادة التأسيمة وأعتقد أنهم هيخشوا في التأسيمة مع نهاية كل مران بشكل تدريجي بالتحديد بالنسبة لمحمد محمود محمد محمود حتى المبارات هيخش فيها المبارات الرسمية بشكل تدريجي لأنه راجع من إصابة كبيرة جدا سعد سمير خلاص إصابته انتهت تماما الحمد لله وأصبح جاهز بشكل تام وأيضا ممكن بكرة بعده أو بعده مبارات كانو سبورت بكتير يلعب التأسيمة مع نهاية كل المرام بشكل طبيع عشان يكون متاح للجهاز الفني طيب نروح لخبر آخر من فيتو بتقول تغييرات منتظرة في تشكيل الأهل أمام كانو سبورت ده شيء متوقع لأن انت هيبقى عندك حسابات مختلفة واستراتيجية مختلفة تلعب بها هذه المبارات خصوصا في الظل أن انت فرصك كبيرة جدا للصعود فالمبارات بالنسبة لك ما فيهاش ضغط عصبي ونفسي بشكل كبير بعد نتيجة في مبارات الزهاب فأكيد ممكن يكون في بعض التعدلات في التشكيل خصوصا كمان أن احنا التلات مبارات مع مستر فيل شفنا تعادلات في التلات مبارات بخصوص التشكيل والوضع أن الراجل بيدرس الفريق لقدامه بشكل مناسب جدا وبشكل جيد وبناء على هذه الدراسة بيتم اختيار العماصر الأنسب لكل مبارات فأكيد ممكن يكون فيه تغيرات في التشكيل اليوم السابع الأهل يستعيد أزاره أزاره حيبقى موجود طبعا في المبارات المجولة حتى مشاركش أساسي لكنه حيكون موجود في قائمة هذه المبارات وهتبقى فرصة العدد الكبير من اللاعبين أن هم يشاركوا ويثبتوا تواجدهم مع وضع في الاعتبار أهنية المباراة حتى لو نتجتنا كويسة لكن لازم دايما كل مورا ناخدها بي كلمنا على ساعة سامير ومحمد محمود خلاص ودي كانت تعتبر أهم وأبرز أخبار الأهلي في المواقع الأخبار المحلية والعالمية نروح نشوف بابة أخبار اليوم تعرف على التشكيل الكامل لجهاز منتخب مصر قبل إعلانه في الجول الشعلالي ينضم لجهاز البدري اليوم السابع مصدر بالجبالية الجزائر والأرجنتين وزنبيا طلبوا مواجهة المنتخب في أكتوبر الفجر الرياضي أكتوبر المقبل البدري يقود أول معسكر للمنتخب الأسكندرية الوطن سبورت شرط التأهل لأمم أفريقيا أحب بنود عقد البدري مع اتحاد القرى طبيعي موقع الكابتن فضل يقترب من الإشراف على المنتخب الأول اليوم السابع منتخب الشباب يطالب اتحاد القرى بتعيين طبيب ويحذر من أزمة سوبر كورا ديلي يميل من الصعب اعتزال محمد صلاح دوليا تكلمنا فيها كورا كريسيانو رونالدو يشتعل غضبا بسبب جائزة ميسي بوابت الشروق رئيس باير ميونيخ يهدد الاتحاد الألماني بعد أزمة نوير وتيريش شيجين سكاي نيوز عربية كلوب يكشف الوصية السحرية لتقلق ليفر بول سبورت سري سيكستي بارشلونة يتهم رابطة الليجة بالتسبب في إصابة ميسي يلا كورا يبدو مثاليا كلوب يوضح الفارق مع جوارديولا ويدافع عن مظهره الحماسي سكاي نيوز عربية تشيلسي يعاني ونجم الإيطالي يغيب حتى منتصف أكتوبر أخبار محلية وعلامية كتير جدا كالعادة محتاجة تعليق كمان وتوضيح بالنسبة لكل الجماهير بشكل عامل مهتمة بأخبار خاصة منتخب مصر بجهاز فني الجديد وأيضا بعد هذه الأخبار العالمية التوضيح والتعليق حيكون بعد الفاصل مع دفنا العزيز واللي دايما بكون سعيد بتواجده معي الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقضة الرياضي بالأهرام وحنستفيد في الحديث عن كل هذه الأمور والملفات استنونا بعد الفاصل بيناورني ويشرفني في الستوديو دفنا العزيز والمتقلق دائما بمستاذ عبد المنعم فهمي الناقضة الرياضي بالأهرام منورنا والله نورك والله أخبارك ايه؟ أخبارك كنتم تمام؟ الحمد لله تتعكي على ايه؟ انت عارف طيب إحنا كالعادة حنفتح كل الملفات على الساحة الرياضية المصرية لأن إحنا يا جماعة وإحنا قناة الأهلي وكل حاجة إحنا مش معزولين عن العالم فلازم يتم تناول كل ما يحدث على الساحة الرياضية المصرية بشكل طبيعي إحنا قناة قوية متخصصة بنادي الأهلي لكن في نفس الوقت مش خارج مصر في أي أمور راضية بتحصل أي أخبار أي أحداث لازم نتناقش فيها مع جمهور النادي الأهلي العزيز وجمهور مصري بشكل عام اللي بيتمعنا بكل تأكيد بالتالي يا أستاذ عمنا أزمة محمد صلاح أزمة كبيرة والموضوع عمارة كبر جداً ومحمد صلاح شال التعريف بتاع أنه هو العيف منتخب مصر بالمناسبة بالمناسبة لأن في البعض تقريباً بيفهم الكلام بطريقة خاطئة أو زي ما هو نفسه يفهمه أنا أو إحنا ما بنغاجمش محمد صلاح إحنا بنناقش القضية حضرات كل تحكمه مين أخطأ ومين ما أخطأش لكن اللي واضح جداً جداً أن المسؤولين في اتحاد المصري في كورة القدم واللي هشلوا أصوات المصريين بالتحديد المدرب والكابتن الفريق هما اللي أخطأهم وحق صلاح جداً جداً إن يزعلنا إحنا بنتكلم بنقد مش على صلاح على المسؤولين في اتحاد المصري في كورة القدم وفي نفس الوقت بعد التصرفات الخفيفة اللي ممكن أي لعيب يتصرفها حتى لو كان هو محمد صلاح وبالمناسبة احنا اول ناس دفعنا عن محمد صلاح لو تفتكروا حضرتكم ايام كأس الامم والبعض قالك ليه بتدافع عن محمد صلاح لكن احنا النهاردة بنقول ان محمد اقطأ في جزء ايه بسيطة ايا كان ايه اللي حصل ما ينفعش من انا شين التعريف بتاعي على تويتر في كل الاحوال بنحب محمد وبندعم محمد صلاح وحنفضل وراه ونتمنى انه هو دايما يفرحنا وبإذن الله يا رب بإذن الله حياخد احسن الهي في العالم في يوم الايام كلامك مظبوط معظمه مظبوط بس انا متحفز في كلمة ارسال هو لو تم الارسال بالفعل والاسوات راحت فين يعني لو تم توقيع ما كانش موجود من محمد ايه ومن اجري او من المدركة طيب اقولك انا على مفاق اممكن الناس تكون عارفاها او مش عارفاها الله اعلم انبارح استطلعنا رأي هابلهيطة اللي هو المدير المنتقب السابق فقال ان اللي وقع او اللي صوت لمحمد صلاح اجري واحمد المحمد بعدها بنص الساعة طلع بيام اتحاده الكرة اتقال فيه ان اللي وقع او اللي صوت لمحمد صلاح شوق غريب على اعتباره لمكانش فيه اجري واحمد المحمد طيب يا جمع نفهم هل جوم اربع استمارات مثلا لاتحاد كرت القدم واثنين وقعوا واثنين وقعوا ولا حد تزاكى وصور الورقة مثلا زي ما بيحصل عندنا في الفهلوة المصرية صور الورقة بعدنا اربع ورقات ممكن نصوت طب لو ما اربع ورقات ما بيبقوش لي ستة ويبقوش لي تمانية وكل ناس تصوت بقى وتدع اصوات كتير محمد الصلاح بالفهلوة بتاعتنا كلام فيه مش كلام مش عارف كلام غريب وفي النهاية من الخسران احنا مش محمد صلاح بس طبعا طبعا يعني الناس بقول محمد صلاح الخسران لا مش محمد صلاح احنا كمصرين خسرانين ان محمد صلاح المفروض مثلا بدل ما يبقى رابع بقى ثالث لما يبقى رونالدو الرابع تبقى دي حاجة فخر كبير ليك انك تسبق رونالدو او تسبق اي حد من الناس العالمين لكن اللي حصل حصل زي ما انت قلت حضرتك ان هو الخطأ الوحيد بالنسبة لمحمد صلاح هو خطأ انه يشيل انه لاعف ومنتخب مصر فبالتالي دي دي كبيرة بصراحة اعتقد الخطأ باعترافه يا استاذ عبد المنعم لما نزل التويتر اللي بعدين ما هو بص ما ينفعش محمد صلاح يخطي خطأ زي دا لان محمد صلاح قيمة وقامة محمد صلاح مؤسسة وطنية مصرية لما تيجي مؤسسة وطنية مصرية تتخلى عن مصريتها لا لازم نقف انت عمل حج مشكلتك مع مين مع منتخب مصر أو مع القائمين على ادارة الكرة المصرية مع القائمين على ادارة الكرة المصرية فبالتالي لا تحزف اسم مصر خلي مشكلتك موجودة بس اساس مشكلتك او اساس حلها او اساس ازمتها الاساسية موجودة فين ما قلت حذكرت القدم حذكرت القدم طلع وقال لك احنا ارسلنا طيب حاجة سهلة جدا وضح لنا ارسلت ازاي قال لنا الايميل انت بعدت منه صح وره هنا ورينا يا سيد السنت اللي انت بعدت هو فين ورينا ما حصلش انت حس ان فيه كده ناس نسيت ناس مش مفيش في بالها ناس يعني مش حايز اقول عندها حقد وغل وحسد من لعيب اصبح احنا يعني معترب بينا على مين بوجوده شو انا ام قبينا بقولك يا سيد زمينة احنا ما صدقنا ان احنا عندنا حد زي محمد صلاح طب دل انا بقوله بلاش ده انزل شوف القهوة في كل الشوارع ماتش لي بربول في اي توقيت ناس كم لها كاملة العدد ده ده عامل اصحاب المقاهي والكافيات بيكسبوا دهب من وراء محمد صلاح رجل بطل قومي بطل شعبي طبعا طبعا بطل يعني يعني اقولك يعني محمد صلاح ربنا تدوله صحة او يستمر في ملأب اكتر فترة من كده بعد محمد صلاح محان حانعاني ما فيش حد يسمع بينا هو حد حوض يسمع بينا قبل كده يعني مع احترام الكامل لكل المحترفين المواصرين اللي احترفوا كان احترافات او احتراف كان ليهم هم الوحدهم ما كانتش احتراف يعني ميدو مع الاحترام الكامل ني ميدو انا بتكلمش يعني بتكلم على شخص انا بتكلم على الاحترافات اللي حصرت خلال العشرين و Landımız سنة. الموضية كان ميدو نسمع عنه ان هو احترف الحتة الفلونية. مين كان يتجمع قدام التلفزيونات? ما كانش فيه حد. كانت ماتشات عادية جدا. انا كنت متقب. ماشي انت عشان انت متابع الكورة. انا بمتكلم على اجماع شعبي. اجماع جماهيري. اجماع من رجل الشارع. اجماع. يا 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 اميرت دلوقتي اه كل مصر لابسة تشريتات محمد صلاح. طبعا. كل ناس في المدرجات محمد صلاح. فيه ثورة في البيوت دلوقتي كله عايزة ويقلد محمد صلاح. ده فيه شاب العيال الصغيرين في في دول الاوروبية بتقلد بالشنب وبتدأنه والشعر. والشباب دلوقتي كله بقلد محمد صلاح. يعني ده معنى ايه? معنى ان محمد صلاح استطاع ان يصل الى قلوب. كل الناس. مش في مصر بس. وتربع هذه الكروب. طبعا. تربع باعماله الخيرة. بابتسامته الجميلة. بسعاد المصريين. فرحنا. وصلنا كاس على المصر. ملاحظ حاجة. ان محمد صلاح فيه حاجة غريبة جدا. انا ما استغرابها عليه. انه انه التكشيرة بقت اكبر من الضحكة. كان كل يعني اول سنة احتراف لي مثلا في في الدور الانجليزي. كان بيتحك وابتسم وبيضحك على طول. دولها تتحس ان وراه بيتحك في الدور الانجليزي. بس بقى كل ما افتكر ان هو يعني عنده مشاكل مع مصر. بحس انه بحس انه بحس انه في ازمات. بحس انه في حاجة. عشان ما نقولش مع مصر. مصر ممكن الناس تفهم. انا متكلمش على مصر. احنا متكلم. انا متكلم على المسؤولين على التحاد الكورت القدم. اللي بدأت من ايام شغل الرعاية. والصول اللي احنا عارفينه قبل الكاس العالم. واثناء كاس العالم. وبعد كاس العالم. وبعد كاس الامم. واثناء كاس الامم. كل حاجات دي تفرق. كانت مع محمد صلاح فارج كبير جدا. لو احنا اتعلمنا. شوف الآن ببرة الناس بتعامل مع مانيز. بتعامل مع. يعني. يعني. مافيش حدي بتعامل بالشكل ده. هو راجل. مافيش مشكلة. وصبر. سنة. واثنين. وتلاتة. بس لأ. مافعش بها تقعد تتعاملني طول عمرك كده. وانا ساكت. وخلي بالك محمد صلاح مش لوحده. محمد صلاح معاه إدارة محترفة. يعني. بسلا. احنا كإعلام. لبن نجي تعامل مع مع محمد صلاح بتقفل والدنيا كلها مستنية ولما بيجي رونالدو نفس القصة لو انه مجاش رونالدو بلكد انه ممس جهه لما اي حد على بيجي الدنيا كلها بتنتظر لما يجي محمد صلاح الدنيا كلها بتنتظر بس بشكل سلبي الناس تنام تحت عطبة البيت عنده الناس تستنام شعارفين هو بيصلي يا جماعة مش كده والناس عايزين ايه مش عايزين صلاح بعد عايزين اللي ورا صلاح المنافع اللي ورا صلاح الفلوس اللي ادغالهم صلاح اعرف مسئولين انا بيتقالي والله من ناس من قلب القرية انه في ناس مسئولين عن ادارات معينة بيطلبوا فلاس من اسرتهم فلوس لدعم حاجات معينة فلوس لحاجة معينة مش هو بس صلاح اللي زعلان من ده ده كل اسرته يا جماعة انت بتكلم في موسيقى خليك في الابن فقط لو محمد صلاح اسرته مالهى ليه تقلق مع الاعتراف بحجم النجوميته فطبيعية النجومية هي الدين النجومية يعني وصلاح مش نجم حادي بس احنا نعرف نتعامل مع النجومية يعني ايه نجومية يعني واحد نجم يعني واحد ليه يعني منفعش اعمل حوار مع اي حد يعني تلاقي مثلا ايه كل الصحفيين ما احترام الكامل يوم مسكين لمايكات مثلا والعلمين مسكين مستنيين مش هيتكلم معاك لانه اصبح يعني علامة مسجلة خلي بالك والرعاب يفروضه عليها هيتكلم مع مين وامتى والساعة الفلانية محددة وكل ده صلاح معرفش حاجة صلاح بتقلق عندك حوار في اليوم الفلاني بيروح لليوم الفلاني عندك حوار مع الجورنان الفلاني وممنوع وهو اصلا ما اقدرش انه هو يتعمل مع حوارات بدون تنسيق مع الرعاة نفسهم يعني مع الوكيل والرعاء اللي هم بيتقضب منهم اموال خلي بالك الحاجات دي مش خبط عشواء ولا كلام والسلام زي ما عندنا فلانا عايز اعمال لك حوارا النهاردة اه تقابلني مش عارف اين او كلمني في التليفون ما فيش الكلام ده الامر مختلف احنا مع الاسف الشديد ده نستطيع التعامل مع مثل هؤلاء النجوم عندنا نجم كبير وخلي بالك احنا لما نتعامل مع صلاح كويس مفروض نتعامل مع ترزجيه كويس خلي بالك صلاح النجومي صلاح الطغية دي يعني مش عايز اقولك قضيت يعني خلت واحد زي ترزجيه المتقلق جدا الناس ما شوق ده بالها منه يعني 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 شوف صلاح نجوميه عاملة ازاي ضغط على نجوميه الناس كتير جدا منهم واحد زي ترزجيه اللي عمل موسم او عمل سنة من احلى سنوات في تاريخه في تاريخه مع كرة القدم ده يدل علي يدل ان صلاح نجوميته طغية نجوميته كبيرة لازم نتعامل معها لهذا الشكل برضو نقول بن قسين مع الاعتراف بانه اخطأ خطأا جسيما بانه ايه ازال اسم مصر من تويتر وده الخطأ اللي حسب عليه ولا يغفر له انه عمل ايه انه عمل تويتر بتجمل الوضع بعدك يا جماعة دي وجهات نظر قد نصيب وقاب وقاب مفتأ يعني كل واحد وليه وجهة نظر احنا بنعرض لحضراتكم اللي بيحصل وحضراتكم اللي تقيمه وتقولوا مين اللي اخطأ ما اخطأش لكن في كل الاحوال محمد صلاح نجم مصري كبير وحنفضل في ظهر محمد صلاح مهما حصل يعني ده ده رفع اسم مصري دايما مع الاعتراف انه محمد صلاح فقط جزء مش كبير من شعبيته بالاسباب بالازمات الاخيرة بالمستوى خلل بلك هو صلاح ده صلاح اللي احنا نعرفه ده صلاح بتاع ليفربولفا والموسم لأ من صلاح ده صلاح اللي ساهم مساهمة كبيرة جدا في صعوب مصر كسا العالم والهدف اللي احنا بنشوفه كنو شايفينه دلوقتي هو ده محمد صلاح مع الاعتراف الكامل بده وخلي بالك يعني انت شاء يعني يعني انا بحس ان محمد صلاح في حاجات نفسية فرق معها او ممكن يكون الاصابة ماشي بعرف يعني ممكن الاصابة اللي في الكاتف دي تكمل سنة لا والله في ناس في تقارير جات ان الاصابة لسه برضو ملمسة معاه او والله انا قريت اكتر من تقرير من اكتر من جورنان اجنبي بتكلم في القصة دي كلها لانه برضو يعني معقولة محمد صلاح من ساعة الاصابة دي مش هو برضو محمد صلاح يعني الموسم الماضي ما كانش محمد صلاح اللي انا عرفه محمد صلاح اللي احنا نعرفه وحبينا محمد صلاح وخلينا يعني كلنا بنلتفح في الموسم الاولاني في الدورة الانجليز اللي عمل فيه كل الارقام الكياسية اللي عمل فيه كل الموسم الخرافي والأسطوري اللي نتمنى يتكرر مرة تانية محمد صلاح حيكرر حيكرر بإذن الله بإذن الله حيكرر وكلنا بن ساد محمد صلاح خليبا لك محمد صلاح يعني ممكننا لي علاقة خاصة معاه يعني من سنين من حوالي 8-9 سنين احكي لك حاجة بسيطة كده كنت الكابتن دي السيد كان مدير فان المتخب الشباب قال لي تعالى اتفرج على المنتخب مصر الشباب حفرجك على منتخب مختلف تماما رحت والله كنت صح في الوحيد الموجود وكنت قعد حتى في مباراة كان في ملعب المقاولين اتفرجت على المباركة بين المصر والكاميرون النتيجة دي 2-1 كانت مصر خسرين 1-0 محمد صلاح جاب جون علامي جون علامي من نصف الملعب لوب كده في الحارس بعد المطش ما خلس 2-1 المنتخب مصر يا كابتن دي السيد قال لي شفت اللعب ده سلمت عليه قال لي ده نجم مصر في السنوات المقبلة الجون اللي جابه ده خليه اللي غاد ده محفور في ذاكرتي ولما كبر بقى محمد صلاح سبحان الله من يا شاء الساميل عليه من أنا أكون معاه في كل سفريات المنتخبات كنت أنا معاه المنتخب أولمي معاه المنتخب شباب معاه المنتخب الكبير معاه فسبحان الله حصل هارمون ما بينه وبينه من الحاجات المحفورة في ذهني وأنا كنت بعمل معاه لقاءة أهرام الرياضي قبل بقى النجومية والشهرة الطاغية دي فبيقول لي أنا يا برشلونة يا ريال مدريد يا بارسان جيرمان واحد من التلاتة وأنا لن أتنازع لن ده قلتوا يا كابتن ده احنا كل اللي بيسافر برجع بعد شهرين في نفس الطيبة بحاجز عودة قال لي أنا ما ينفعش إن أنا أروح وأرجع مرة تانية وهتشوف إن شاء الله ويفتكر الكلام ده كنا بتكلم في البلك هنا شوف هيحصله بعد كده وبأحكم بعد كده ربنا الله ربنا يقومي ودول الصح يوفقه إن شاء الله ولما يزعل حق إن هو يزعل لكن دايما بيبقى فيه أمور يجب أن يتموا من نقاشاتها لكن دايما هنفضل وراء محمد صلاح نقفل بالملف ده نقفله نتكلم بقى على ملف مهم جدا نادي الأهلي وانطلاقة مستر فيلر مع النادي الأهلي كيف تقيم هذه الانطلاقة حتى العين كيف تقيم هذه الانطلاقة أجل أجل بص فيلر أنا عجبني أو بصراحة ستايله عجبني ستايل مدرب شكله شكله كده مدرب رازين شكله مدرب عائل وبلبس النظارة بحس إنه راجل إيه فيلسوف كده بفكر أنا مش هشكر فيه عشان محدش بقول لك أنت في قناة النادي الأهلي بتشكر فيه أنا بتكلم في الانطبعات اللي بالنسباني انطبعات عن فيلر مدرب كويس حتى يعني كذا حد أقول لي يا رب إذا كان ممثل قبل كده ولا اشتغل في التمثيل شكله ممثل يعني راجل للدنيا ماشي حلو جدا معاه ويبدو أنه رجل طيب ورجل خير فانطلاقة خارجية ممتازة مطش الإفريقي كان سبورت ثم الزمالك يكسب الزمالك يكسب مطش مهم جدا بدهم سموحة هيلعب مباراة كذبان هتنصف البر إن شاء الله يعني يكسب ده بس المنتخب مصر عنده مطش الإنتاج يعني أهو شوية لا الدنيا بتنطلق معاه وده يحسسك إن مشواره مع النادي الأهلي حيكون مشوار جيد لأنه هو مدير فني بيفكر يعني بيفكر لما تيجي تلاقي أول مباراة مين اللي جابي الهدفين صلاح مخسن دول كانوا دكة كانوا دكة وملعبوش يعني معناه ذلك إنه أفكر ثم أفكر ثم أفكر أشرك الاتنين والاتنين جابوا له إيه المباراة التانية كان صلاح محسن وكان وليد سليمان بره إيه مش بلعبه في المباراة وفجأة بلعبة تانين خالص أجاي ده أنا مستحيل يعني كل الناس اللي شافي التشكيل محدش توقع أجاي الأهلي هيخسر ثلاثة الأهلي مش هيلعب الأهلي مش هقدم الشكل المناسب أجاي لس أنا بطمئن أجاي لا بس لأ هتطمئن إزاي لأ 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 أجاي لأ بخلاف مطش الزمالك أجاي قدراته معروفة دايما لكن هو بعض الأفترات حاجة وفي يومه ولا لا حاجة تانية يعني هو بقاله شهرين ثلاثة شهرين ثلاثة أربعة كمان مش في قدراته الفنية العالية المعروفة عنه من ساعة الإصابة لا مش من ساعة الإصابة هو رجع بعض الإصابة ولعب مطش المقاصة وفي البدات الدور التاني ولعب مطشات كويسة جدا لكن بعدها تراجع مستوى كتير جدا حتى قيل إن هو إن الأهل ممكن يستغنى عنه وعن وليد أظهرهم اللي الاتنين مش في مستوهم بس المباراة دي المباراة اللي فاتت دي المفاجأة بتاعت فيلر وشراكه من البداية والمهاجم الوهمي خلي بالك فيلر وميتشو اللي اتنين حبوا يتزاكوا على بعض اللي اتنين كل واحد فيهم عمل نفسه زاكي على التاني فطلع لنا التشكيل ده اللي هو كل واحد فيهم عزيزة بتل التاني إن هو أسكى من التاني طب من اللي تفوق في النهاية تفوق فيلر فيلر كسب بتلاتة اتنين مع طبعا مع انتقاد لي مش انتقاد لي بصفة شخصية هو كان مدير فني ولكن كالظروف اللي حصلت والإصابات اللي حصلت ده قلبين دفاع مش كانوا مكنوش موجودين بتبقى حاجات غاز بقى رجع الإراضي طويل نقول نقول إن هو عمل تدوير بشكل كويس بمعنى يعني زي ما قلتلك في الماتش الأولاني آآ صلاح محسن ووليد سليمان ملعبوش ماتش الزمالك آآ والماتش اللي بعدهم برضو ملعبوش ما أحمد فتح خرج يعني يعني عمال يدور في اللعيبة ليه بدور في اللعيبة يقول لك لا سباة التشكيل طيب سباة التشكيل لمدير فني المفروض إنه هو يكون عارف كل إمكانيات أنت لسه جاي بقالك دي الماتش الرابع اللي جاي ده مش كده آآ طيب هيسبب التشكيل إيه ده بالعكس طيب هو ممكن يكون نقطة حلوة جدا بالنسبة له المدير فني زاكي إنه هو بيحاول يعمل غيرة بين اللعبين وبينه البعض يعني بيحاول إن اللعبة دي تعرف إن ما فيش مكان مضمون المكان ده المكان الأفضل مكان اللي قدم برايات آسف تدريبات جيدة وقال لنا بسمعه وبشوفه وفي اللي بيتقال لي إنه تدريبات الراجل ده حاجة مختلفة خالص كمدير فني وكبدني وكحراس بغض النظر عن خطأ محمد عبدال محمد الشناوي ورات الزمالك لا محمد الشناوي عنده الرياكشن زاد بصفة كبيرة ماتش الزمالك حصل بسهو مختبرش كتير في هذه المباراة يعني لا وماتش سموحة ماتش سموحة في رد فعل سليع جدا هو محمد الشناوي ومشهور بده بس تحس إنها زادة شوية يعني تحس إن لسه طبعا مش عايزين نحكم مش عايزين مش عايزين معها عشان ما حادش أقولك إحنا بننفخ في المدير الفني لا لسه لسه إحنا مش بننفخ في المدير الفني إحنا بنقول اللي حاصل مع المدير الفني الآن هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نستفيد بشكل أكبر في الحديث عن مستر بايلر والنادي الأهلي وكمان بعض الجانب الخاصة منتخبنا الوطني الأول استنونا بعد الفاصل البعض يا أستاذ عب منعم يقول لك هل هي مش مجاسفة مستر بايلر إن مع بداية مبارياته مع النادي الأهلي إنه يغير في التشكيل في ثلاث مباريات متتالية وهي أول مباريات لي مع الفريق طيب ماشي هنقول لهم هي مجاسفة نجحت ولا فشلت لا هي نجحت طيب خلاص بس دايما مجاسفة ممكن تنجح ممكن تفشل بس هو جربت لك مرات صح هو نجحت يبه هو عنده فكر هو عنده عقل عنده دماغ بيفكر بيقعد قاعد مش مش بيختار عناصره خلاص قاعد بيختار عناصر شايف إنها بتقديله ما نواتلك ماتش الأولين عمل مين وخرج مين ماتش الثاني خرجه خالص فهو عمل تدوير بشكل مش بالمعنى الحرف في الكلمة التدوير بالمعنى الفني الكلمة التدوير اللي هي بتخلي اللعيب غيران وهو عايز يلعب هيلقي نفسه إنه هو ممكن في فترة اختبار حتى أسنان المباريات الرسمية وده شيء يحمد للمدير الفني الجديد نادي الأهليو اللي شايف أنا متفائل إنه هو ممكن يعمل موسم كويس لأنه لأنه بدأ الموسم كويس والموسم بدأ كويس معاه واللعيبة أنا حاس إنها لعيبة مقتنعة بي خلي بالك بيبان بيبان على الأداء اللعيبة اللعيب مبسوط بالمدير الفني وشغله ولا فيه لعيب أحيانا وده بيبان من الشغل في المباريات يعني تلاحظ مثلا لو ضربنا أمثلة رمضان صبحي رمضان صبحي الكرة زي دي في المتشات السابقة بتضيع اللي بيستنى ويستنى يجي واحد يرقصه نصرف فيها شكل حلو مروعة محسن جات للكرة وقف بصاها ده شغل شغل انت شايف شغل مختلف أجايف ما تشزى مالك لا لعيبة كتيرة جدا انت بتشوفها الأمر اختلف معها تماما مش عايزين نقول برضو إنه دول ثلاث ماطشقات أو أربع ماطشقات والحكم عليه غير كافي حتى خلي بالك احنا أو الفنيين اللي بتكلموا دايما اللي حاب نسمحهم دايما بيقولوا لنا اشتغلوا في التدريب اللي بيقول لك إن أي تقييم للمدير الفني لابد أن يتراوح ما بين ستة وعشر مباريات عشان تقدر تكون صورة كاملة فنية عنه وتقدر تقول إن المدير الفني ده بيفهم ولا نص نص ولا عنده قصور في الفهم ولا عنده ايه في دماغه حتى هذه اللحظة المباريات الأربعة هم أربعة ولا تلاتة اللي بهم لها لي تلاتة قدامه سبع مباريات تانية يقول إن المدير الفني ده رائع والمشروع اللي هو جاي ويتقال علي إنه جاي ينفذه في الناد الأهلي ناجح أو لا في مشكلة في أزمة لأنه خلي بالك برضو في انتقاط حصلت لي بعد الأداء الباهت في باقي مبارات سموحها يعني خلي بالك الـ 25 ديئة كان من أروع ما يكون طبعا لكن بعد الـ 25 ديئة اللعبة أصبح لعبة تجارية تحس إنه إيه الأهلي مكتفي بالهدف وسموحها مش عارفة أو مش عارف يوصل للناد الأهلي ويتعادل لغاية مجينة مباراة قلب التاني بعد نزول حسين الشحات والأمر اختلف تماما وحسيت إن الأهلي كان ممكن برضو يكسب وحسيت إن نسموحها عايز أقول لك على حاجة تفضل بدون ما قطعت كلامك تفضل فيما أتعلق إن الأداء ممكن يكون قل بعد أول 25 ديئة في مباراة سموحها في ملاحظة إجهاد؟ لا 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 سموح من إجهاد مش إجهاد أنا بتكلم في إيه؟ في إن كل شوية لعيب نسموحها في رتم المطشة بيقعها فبالتالي المتعة بتاعت المباراة بتبقاش موجودة اللعيبة نفسها بتقل من الجانب المعنوي وتهمت كده بلغة الكورة ده ما ينفعش معلم في الناد الأهلي بمعنى يعني للأهلي معروف بقى أنا قصد إن مش عارفين نحكم هل الأهلي مستوى أقل في المباراة لا بكتر الناس الوائع في المعنى لا بدنيا يعني خلي بالك الوقوع كتير في المباراة ده شيء في الكورة المصرية موجود يعني أنت بتبص في المباراة التولية بتلاقي اللاعب بيتخبط من ثلاثة ويقوم تاني على طول خلي بالك هيتحسب على ده ويقيم سعره على ده بيتحمل ضغوطات يتحمل أزمات أنت في الدور مصر أنا مختلف تماما تلاقي حارس المرمى يقع بعد ما سده كورة ده محمود جاد معلش محمود جاد اللي عمل التصدي الخرافي ده ما وقعش تخيل بالضبط في لعيب تاني في حارس المرمى تاني تلاقيه يعني يعني يطلع الكورة مثلا الكورة مسكها في ده وقع في الأرض ينام عليها يأخذ ربع ساعة عشر بقاي على شان يتصور معروف عمشي رايح شوية لا مش روح بس لا لا رايح هي أولا لا لا خالص مصر بس لا لا عشان يتصور ده معروف من الحراس نفسه يعني الحراس نفسه وليح ناخد اللقطة بقى والإعادة بقى والإعادة عليه ومسك الكورة ومسكها لحيطة الفلانية ويشيل أربعة بماتش نفسه طبعا أنت بتتصور في لقطة مسكتها والأربعة اللي دخلوا فيه دول إيه يعني سبحان الله حتى محمود جاد اللي عمل لقطة الخرافي دخلوا فيه أربعة تجوان يعني حتى ما الحقش يتهنى بالتصدي اللي كان اللي كان ولكن ولكن أنا حاسس بس خلي بالك مبشر كلمة مبشر دي يعني يعني مبشر فيما هو موجود للمستقبل التبشير ده بتبقى تخمينات أو نتائج منطقية محتاج آسف المقدمات المنطقية دي محتاجة نتائج منطقية يعني المنطق بيقول إيه لا لا ده كويس بس محتاجين نتائج بقى محتاجين مباريات جاية تؤكد هذا الكلام إن هذا المدير فني مدير فني يستحق النادي الأهلي والأهلي يستحقه هيتعمل إزاي في مباراة كانو سبورت مباراة يعني بإذن الله شبه محسومة للنادي الأهلي طبعا ما فيش حاجة في الكورة ما بحب شبه محسومة دي خالص بس إحنا برضو من الكلام منطقية أنت كذبا برأ أرضك 2-0 مباراة نسبيا نسبيا في المتناول لكن هتتعامل معها إزاي والله هو يعني بص فرصة فرصة يلعب أكبر عدد من اللاعبين اللي هم طبعا مقيدين اللي هم ليهم حسابات بالنسباله بس بما لا يخل خلي بالك بما لا يخل بجسم الفريق بما لا يخل من الهارمون الفريق يختلي تماما يعني عندك تدوير مثلا في 3-4 لعيبة لأن خلي بالك لا تأمن أنه ممكن الخلل نفسه خلي بالك اللي أنا أعرفه أو اللي أنا يعني الخبرات اللي أنا أعرفها أنه 3 لعيبة في تشكيل واحد بيأثر على الفريق 3 لعيبة بيأثر على الفريق فالأهلي المفروض يعمل السلاح اللي زوح الدين هو يعمل 3 لعيبة ويطمئن النتيجة الأولانية وفبالتالي يستطيع خلال مهازم بورا أن يكسب كمان 3 لعيبة موجودين يعني إصابة مروة محسن ممكن تدخل ولد أزاره لو خف شوية ممكن نلعب تمام تجرب برضو ياسر إبراهيم في الدفاع تجرب لعيبة ملعبتش معك أو مخدتش فرصتها بس ياسر إبراهيم لعب موتش الكمة كان ممتاز ماشي بس ملعبتش موتش اللي بعديه أنا عايز المدير الفني يعمل إيه يكون صورة زهنية وصورة فنية عن اللاعبين في خلال خمس مباريات الأولانية بتهوعوا مع الفريق بحيث أن الخمس مباريات التانيين يستطيع من خلالهم أنه يعمل يعمل سبات التشكيل إن نسبات التشكيل ده شيء واجب وضروري وحتمي تدوير ده حصل في البداية لأنني كنت جاي في البداية جاي في بداية موسم جاي في إنت جاي بتتعرف على إمكانات اللاعبين بتتعرف على إمكانات الكورونامصرية تعرف على ملعب جيدة بتعرف على منافسين جدد فبالتالي محتاج تعمل تدوير فني وتدوير اللاعبين لكن مباراة الخامسة وبراز ستة لا محتاج تسبت التشكيل وتلعب في التشكيل في واحد اتنين تلاتة واللي يثبت عندك منافسة بأشغالة ظاهر أيمن أحمد فتحي ولا محمد هاني لا الأحسن فيهم يلعب بغض نظر عن السن بغض النظر عن أي شيء الجاهز فيهم يلعب عندك في القلب الدفاع عندك ست لعبة فيهم فيهم اتنين مصابين دايما ربنا يشفي كل اللعبة تختار الأجهز والأفضل في الاتنين واللي بينهم من سجام واللي ما فيش تشابه وما بينهم المدير الفن اللي بيعجبنانا الاتنين اللي فيلعبوا في نفس الحتة في المركزين اللي هم في الحتة الواحدة مايلعبش بأتنين شبه بعض يلعب بأتنين مكملين لبعض وده اللي كان بحصل في المتخب غلط لما تتلعب أحمد حجازي وجمه محمود علاء اللي اتنين شبه بعض والاتنين بخرجوا بدون حساب عشان كده الهدف اللي جيه بتاع زينبابوي زينبابوي ولا بتعمين بتاع جرب أفريقيا الهدف اللي جيه لأن الاتنين اندفعوا وسبوا مكانهم لأن الاتنين طريقة أداهم واحد لكن لو واحد فيهم بيتقدم والتالي في حزر في التقدم ما كانش حصل اللي حصل لكن ايه لا فائدة من البقاء اللبن المسكوب طبعا ما تفكرناش يا سيد عبد منعب ما هو احنا بنتكلم مع صراحة افتكرنا المفروض يعني لا تفتكر ان الأهم هنا حاجة الكرة المصرية عندنا المنتخب الأول يعني فالدور العام المعمول ده معمول ليه؟ عشان منتخب ما هو لما تقلق لعبت الأهلي حيكونوا نوالي المنتخب اللي هو هيتكون في المبارات اللي جاية خلي بالك بحنا دخلين برضو هتكلفوا المنتخب المنتخب هيكون نواته مين؟ أهلي زمالك برامتزي كل اللعبة اللي بتطلع والمفروض بها كل اللعبة تاخد فرصة وفرصة كبيرة ان كنت يعني الدوري بادئ بشكل يعني شايفه شكل جيد يعني الدوري اللي حبينا نتكلم فيه سريعا دوري بدأ بشكل جيد 19 هدف 9 مباريات يعني فنيا نسبة كويسة فنيا لا فنيا مش مستقر اللي أمور مش مستقرة الفريق اللي شفناها المباراة الحلوة كلها على بعضها بطش بيرامتزي وإنبي ده المباراة كويسة جدا الأهلي أول 25 ديها زمالك مباراة مش 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 كويسة فنيا باقي المباريات مباريات عادية جدا بين الفرق أبرزهم طنطة يكسب وديدجلة اللي كان متسايدة المباراة كلها من البداية للنهاية ويكسب بهدف طبعا وده كان كابتن أيمان المزين المدير الفني طنطة عم المبراج بيلا تكتيكيا هو طبت زمان كلهم من المدير الفنيين اللي هم بيصعدوا بالفرق ما بيكملش ما بيكملش لأنه هو بيحس حصلت مع الشرقية وحصلت مع الأسيوتي ليه حصل ليه لأنه هو بيحس أن المدير أن الإدارة الفني الإدارة النادي مش عايزها مش عايزها فبيمشي هو ما بيحب الشعب وفرحان أو خلي بالك هو لقب أنه هو صعود بالأندية المظالي طبعا دي حاجة لقب حلو أنه هو خلي بالك فاق حسن شحات وفاق محمد صلاح اللي هو أكتر ناس مع محمد صلاح وتساوح علي محمد صلاح لكن كابتن محمد صلاح طبعا يعني الدوري بداية أنا شايفها بداية كويسة ومبشرة بدوري جيد بس أهم حاجة الانتظام في الجدول اللي نحن لسه شايفين في تعديل دلوقتي لسه حاصل ماتشو حرس حدود الساعة خمسة بعد الساعة أربعة يا جماعة والله مبوطشات إفريقيا بتقبع بحيانة معروفة وجهزة ولازم كل حاجة تبقى في وقتها وتبقى كل حاجة معروفة وفي نفس التوقيت لما شوف الجدول أستاذ أمير ما لاقيش كلمة تأجيل بدون أسباب أو تأجيل يعني أنت بتكتب ماتش الأهلي مثلا وماتش لسبوع التالي تأجيل وفي رأس ما تعرفش تأجيل ليه يعني أنت أنت بعيت للجدول بس تأجيل تأجيل بتاع إيه لا بس فيه حاجات هم وضحينها بصراحة لما قال لك أن التأجيلات هتبقى بخصوص الماتشات الأفريقية لما يتم التحديد من وقت أنت مشو أخذ بالك تأجيل بسبب مسألة مشاركة أيوة وفي واحد ما يعرفش أنا أهل أهل متأجل ليه ما هم ما يعرفش بحنا عايشين بصراحة على المزاج يعني السنة اللي فاتت كان تأجيل بسبب كذا كذا وبسبب المزاج وبسبب الطلبات وبسبب حاجات كثيرة لا مفروض بقى إحنا موسم جديد يبقى كل واحد بقى إيه في مكانه وعارف دوره كويس أنا رئيس نادي يبقى مهمتي الأساسية توفير الأجواء المناسبة للفريق الأول والجهاز الفني ما ليش تععوا بقى بالأمور الإدارية إلا لو في خلل بيصبوا ضدي فاهمني يبقى خلي كل واحد يشتغل في مكانه عشان خطر يبقى دوري كويس مايبقاش دوري بقى بالمصالح ودوري بقى كل واحد بيتكلم بيحاول ياخد مكاسب على حساب التاني إن في النهاية إحنا بنخسر وشوفنا موسم سيء سنة فات موسم فنيا ليس أنا شاف من موسم للنسيان أنا شاف من موسم للنسيان إنها لم تقدم لو تفرز لاعب بقى سنة ونص متكلم في الموسم اللي فات اللي بدأ في يوليو وانتهى فاغسطس إيه اللاعب بقى شوفنا بقى الفلتة اللي أصبح نجم المنتخب في مصر بالموسم ده مفيش هو دونجل أصلا النيني ظلمه وما بلعبش طب موسم كامل والخناية دي كلها والمشاكل دي كلها لا تزر أي لاعب دولي بسبب سوق التنظيم الموسم ده في الحقيقة يعني في كل أحوال إن شاء الله يتداركوا كل هذه الأمور وبإذن الله يكون كل التوفيق حالي في إتحاد المصري يقدم في إدارة المسابقة مسابقة المحلية بشكل عام وكمان فيما تعلق بمنتخب مصر وده اللي حنتكلم عنه دلوقتي يا أستاذ عبد المنعم كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الإعلانات تشكيل المعاون أو تشكيل الجهاز المعاون حيكون النهاردة وبكرة يبقى في مؤتمر صحفي طبقا للأسماء اللي تم الإعلان عنها واللي عرفناها يعني كابتن محمد بركات مدير المنتخب كابتن سيد معاود كابتن أحمد أيوب وكابتن طارق مصطفى وأيضا كابتن أيمن طارق ننظمهم بقى عشان ما تزعلش الناس طارق مصطفى رقم واحد بعد مين خلي بالك بعد مين لا مش بعد حد هم قايدين لحد اللحظة دي طارق مصطفى مدرب عام طارق مصطفى مدرب عام ثم طارق مصطفى أحمد أيوب لا طارق مصطفى أحمد أيوب اتنين مدربين المدربين اه الاتنين مدربين مدربين عامين لا مش مدرب عامين ولي مش عمل. طيب ده ازا كانت عرفت مرتباتك. وبعدي. والفاري بين ده وده مئة الف جنيه. او مئة الف جنيه. ده عشرة مينة. مية وتقى عشرة تلاف. لا الحساب مش كل مرة. كل مرة بقى بنقعد ده حساب. المرة فاتك في الدولار مرة ده بالجنيه. بل عفي نحنا بقى. بتشوف ازاي الجاز الفني ده. لا انا بقى شوفهوش بصراحة. انا لغاية دوقتي ما شفتهوش. لاني اه. نه طبعا. حسيت ان انا لأ خلي بالك احنا تخدرنا. صح? اه. اه. راحنا فاتجاه? اه. مهو ده بقى شغل بقى ايه? انا سألت محلن نفسي على فكرة. والله العظيم بتكلم بجد. اه. سألت صديق شخصي. وقيت له بقول لك ايه. هو اللي حصل ده طبيعي. قل بص احنا تخدرنا. بقول له ازاي. قالوا تخدرنا ان احنا قدمونا واحد. والتاني. والتاني مش هينفع. والتالت مش عارف ايه. والتالت عمل لنا الخناءات والثالث عامل لنا مش عارف ايه والرابع مش عارف عايز متبسك بالجاز الفني. طيب تمام. كل دولة اصلا اه في ازمات عليهم وفي مشكلات عليهم وفي ازمات فنية وازمات ادارية وازمات مش عارف ايه وايه وايه وايه. فانت رح مقدم لك واحد. قال لك خلق سيبك من كل دول. هزا الشخص مديرا فنية لمنتخب مصر. بس. مش هزا بتتكلم عنه خالص خلي بالك. لانه اصلا انت من تقطوش ولا تكلمت عنه. بس بس لو طرح اسمه بقوة. كنت اتكلمت عنه. ببداية الامر التمى طرح اسمه بقوة. عشان كان سروت سويلم. اه. مش كان بيسانده. بعد كده بتعد الكابتن حسامي بدريشوالي. لما بتعد. اه. دوقتي لما بيتكلم في ايهاب جلال. مش كان ايهاب جلال. اه. ومين. حسام حسن. فانت قلت اه. قدمت لنا الاتنين. فكل واحد بقى في 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 المتلقي. محا بقول لنا نحن نقاط في مصر. مية الف مية مليون ناقد. فكل واحد بينتقد بقى لك لا. ده كزا. ده ينفع. ده ما ينفعش. ده ينفع ما ينفع. وخبت مين. خبت اللي انت هجيبه. او الظروف سعديتك ان ده انهاب جلال لا يوافق. لانه متمسك بمين? بالجهاز المعاون. وحسام حسن عشان خاطر ما لقاش المسندة الكاملة عشان خاطر مش عارف ايه وايه برغم ان هو كان احد المرشحين الاساسيين بالنسبة للجنة الفنية وتحديدا لستاذ عمر الجنيني. طيب انتو قدمت لنا واحد ما كنتش طرحه اصلا. فبالتالي الانتقادات عليه كانت قليلة جدا. فالانتقادات القليلة العالية ديت خليته هو يخش بقى في السؤال. خلاص انتو مش عايزين ده. شكرا مع السؤال خليكم على جن. ونجيب لك واحد مدير فني. وتم تعيينه واختياره. بلونة الاختبار بتاعة حسام البدري ما كانتش بالصورة الكاملة بالنسبة للجماهير. لانه لو طرح اسمه مع التلاتة كانت رفض. انا بقول على مسلوط الشخصية. اتكترف لأسباب او لاخرى. لأسباب كتيرة جدا. واسباب معلومة وغير معلومة واسباب حاجات انا انا عن نفسي. انا مش عايز اقول لحضرك انا من من الحاجات اللي بعملها ان انا بقيس رأي العام. بتكلم مع ناس واحد اتنين تلاتة اربعة. لا. اقول لك على حاجة كان اكتر واحد عليه اجماع حسن شحات. هو اكتر اعلي اجماع. برغم ايه بقى السلبيات اللي موجودة في حسن شحاتها من السن والعمر وشعرفوا الكلام ده. خلينا اتكلم بعد اذنك حسام. فيما بعد الاعلان عن تولي كابتن حسام البدري. او ما تم تعيين كابتن حسام بدري. ما انتش تتكلم على على ما بعد تتكلم على ما قبل انه تخلي بالك انت حتصادف اه اقول ازمات. لا ان شاء الله بش في ازمات اعلي. طيب. بص. ماشي مفيش مشك. حسام البدري اه امامه مهمة سقيلة. مهمة ايه? مهمة استعادة زمام الامور. كويس. كويس. ايه زمام الامور? انك انت يعني حتى من شروط التعقد معه انه هو صعدنا كاس امم وصعدنا كاس عالم. غير كده يعني اي واحدة فيهم اللي انا اريته اللي انا اريته لسه طبعا ما تمشي الاعلان ده. شكرا. دي شروط اساسية. لا 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 ده شروط. مفروض تكون اساسية. اه دي اساسية مفروض. مفيش الحب بقى وانا بحبك وانا وانا بريدك وكلام ده. لا. شروط لان انت حضرتك جي للمتخب مصر وتتقاضى اجر. عشان خاطر مين? عشان خاطر تعملي واحد اتنين تلاتة اربعة. مش هلت تاخد فلوس وتقعد. لا. انا عايزك تعملي ايه? تبقى رقم واحد كاس امم وتاخد كاس امم. اه ان شاء الله. مش كمان اه لا ده تتنافس على كاس الامم. مش عايز ده مركز رابع ولا مركز عاشر. وتصعدني كاس عالم. وكمان ايه? ده مش عايز كاس عالم بس ولا تمثيل مشرف. عايزين نعمل زي ملاس تعمل كاس العالم. اه. كفاية تمثيل مشرف. كفاية مركز تالت. كفاية مركز اه ده انت دخل. تالت في المجموع او رابع في المجموع. اه رابع في المجموع. ما انا قلت لك ما رايش دعو ما اصيبك من حساب بالنسبالي. انا اتقام عندي مشكلة. اه. فلو اه كمان انت طلعت المركز اللي احنا كنا كام. قبل الاخير. اربعة وعشرين. قبل 40 دولة ولا بيو دولة؟ موطفنا صعبة بصراحة. عايزين بقى ايه اختلاف؟ عايزين مستوى محترف؟ إن شاء الله معكبتل حسان البدري بإذن الله نتمنله كل التوفيق. إن شاء الله. نعلم أنت في حاجات كثيرة فيه فيه في موضوع عكبتل حسان بدس كابتل حسان البدري شخصية قوية. مدرب عنده إنجازات. على فكرة بس أنا أنت دائما بتحب تفصل ما بين الشغل وبين الشخصية. أنا تكلمت في حاجة في شخصيته؟ لا أنا بتكلم حتى. بتكلم عنه بتكلم على إدارة وخطريقة اختيار أنا مش عكبرة طريقة اختيار. بس الشخصية الشخصية بتاعك بطريقة اختيار؟ بتاعتي مندرب ما هم بصراحة بلاش ما تفصل رأيانا عنه. طي أنا بقول على الهواء مش عكبين. يعني لو حد سمعني من اتحاد كرة القدم. نتكلم على طريقة اختيار. طريقة الاختيار مش عكباني. لكن في كل الأحوال من اللي تم اختيار. ما تخدرنيش. ماشي. وما تم اختياره حسان البدري أنا معاه قلبا نقلبه بلاما يشيحقق ضموحات وأمال الكرة المصرية. بس كده. كلنا مع كابتن حسان البدري بالطبع وبكل تأكيد حنفضل ندعمه ونسنده. لأنه هو بيمثل أو هو اللي بيقود منتخب مصر الأول. ونفسنا بإذن الله أنه هو يعود بإنجازات المنتخب المصري وهو قادر على كده. وأنا كنت بكلمة حدثك بخصوص الشخصية. عنده شخصية اللي تساعده. لا شخصية لا ما أقولكش ده شخصية بسم الله ما شوالله يعني جامدة جداً بسي. نتمنى 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 آخر الكلام هقوله أن الشخصية بتاعت المنتخب الأوليمبي تختلف عن الأندية. أنت لما تعامل مع أندية غير ما تختلف مع نجوم. أكيدا هو تعلم من تجربة المنتخب الأوليمبي. تتكلم في محمد صلاح بتكلم مع تريزيجي مع نجوم عالميين بيشرفونا في كل حتة في العالم. ما ينفعش بقى ونبطل التكشيرة شوية نبكها شوية يعني ربنا يخليه جزء من الشخصية حكامة الحسامة المجادرية. أنا أقول لك معلومة أول لعيب حيبقى موجود في قيمة منتخب مصر مين؟ تتوقع مين؟ حد مكشر؟ لا 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 مجدد جد تتوقع مين؟ نيدفيد؟ لا مال مين؟ عمرو سولاية طيب ماشي. لا بس أتوقع كريم أنا مستني كريم نيدفيد بصراح. كريم نيدفيد على فكرة هو راح منتخب مصر يستاهل؟ والله العظيم يستاهل. لعيب جامد ييدفيد؟ والله يستاهل. ربنا رب يشيرك على سريع. أنا أقول بس لأنه معروف أن كريم نيدفيد يعني من اللعيبة دائمًا دائمًا دائمًا. ولو حمودي بلعب كان راح برضو بنتخب. لا مش سألت. عمرو سولاية في مرة كنا متسافرين برا مصر ماتش للأهلي. على ما أتذكر كنت مراسل للقناة إليك ومع منانا الجابوني في الجابوني. فسألت الكابتر حسان بدري بقول له أهم اللعيب عندك في النادي إيمين. يعني أهم اللعيب في فريق النادي الأهلي. قال لي عمرو سولاية من غير ما يتفكر. فأنا عشان كده بطوقع عمرو سولاية سواء حسان البادري أو غير حسان البادري عمرو سولاية من أفضل لعيبة خط الوسط حالياً في مصر. ومش بيصنع وبيلعب. لا لعيب جامل بصراحة. فأول لعيب حيتم اختياره عمرو سولاية أنا بقول له حضراتكم من الوقت. يا رب يكون الكابتر حسان باسمعك شو يعني. ممكن يعني. يعني زمان كنت في المغتروات الصحفية يقول لك يجي اللي يقول لك عايز الكابتر حسان البادري بيختارش لعب معين. اسألوا عليه. انت كده قضيت ممكن تكون على عمرو سولاية. لا 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 هو على حسب قناعاته وحتى اللحظة اللي أنا كنت بتكلم معاه فيها. يمكن كنت تتغيرت. لكن إن شاء الله نتمنى كل التوفيق. إن شاء الله. لمنتخب مصر وكابتر حسان البادري بإذن الله مع المنتخب. يا أستاذ عماني عم نورتنا وشرفتنا. كنت سعيد كالعادة. أنا سعيد. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا. بكرة بإذن الله هتكون حلقة غاية أيضا في الأهمية. وحنتطرق لها كالعادة بكل المواضيع على الساحة الرياضية المصرية. وأهم شيء من نسبالنا دايما كل ما يخص النادي الأهلي. استنونا في حلقة جديدة بكرة من كلام في الميديا. إلى اللقاء. شكرا.